مثلت المستشارة برئاسة الجمهورية ديلا لسيان مثلت سيدة بلدة الأولى هندري بيتنو في اختتام فعاليات المنتدى النسائي الأول حول فتح فرص عمل للنساء التشاديات المناسبة الختامية جرت بدار المرأة التشاديات تقرير حلمة السعادية يعقوب من عجل المشاركة الفائلة والتي تهدف إلى توفير فرص العمل للنساء هذا وقلال ثلاثة أيام خرجنا المشاركات في فعاليات المنتدى النسائي الأول من نوئه بتوصيات مهمة منها مطالبة الهكومة بتخفيض الضرائف في المؤسسات النسائية ومساعدة النساء في النشاطات الاجتماعية فطلا عن توئية النساء العالم الريفي ومشاركتهن من أجل القيام بالعمل الأفضل في الخرى والمدن المناسبة تخللتها العديد من الكلمات من بينها كلمة نمثلت وزارة التجارة والصناعة والهرفة اليدوية أشتاء أحمد بريمي ثم تلتها كلمة نمثلت وزارة المرأة وهماية الطفل والتضامن الاجتماعي مادام أبولين واللتان أكدتا أهمية تنظيم مثل هذا المنتدى من جانبها العمينة الأمة بمؤسسة القلب الكبير ديلا ليسين ممثلة سيدة البلاد الأولى هنددي بإتنو أشارت في هديثها بأن مثل هذه الفرص تسهم في تأزيز وترخية المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصواضية بالبلاد كما أضافت باسم سيدة البلاد الأولى شكرها لجميع النساء المشاركات في المنتدى النسائي واختتمة المناسبة بتقديم جائزة تومي لسيدة البلاد الأولى هنددي بإتنو وذلك من أجل مساهمتها الفائلة وضعمها المتواصل للمبادرات النسائية